هذا ووصل وزير التجارة السعودي ورئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي الدكتور مجد القصبي إلى العاصمة العراقية بغداد للقاء رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى مع عقد اجتماع مع عدد من الوزراء لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى الطاقة والتأكيد على تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض ويرافق الوزير يرافقه عدد من وكلاء الوزارات والهيئات لبحث الملفات المشتركة مع نظرائهم في الحكومة العراقية من بغداد ينضم إلينا مدير مكتب العربية الحدث في العراق ماجد حميد أهلا ومرحبا بك ماجد هل تضعنا في تفاصيل هذه الزيارة هل من ملامح لها هل من أخبار لديك حولها نعم وصل قبل قليل وزير التجارة السعودي رئيس المجلس التنسيقي وكان في استقباله وزير التخطيط العراقي محمد تميم ومن ثم انتقل للقاء رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني لبحث عدد من الملفات أم هذه الملفات هو نقل رسالة من قبل العاحل السعودي وكذلك بحث الملفات في إطار المجلس التنسيقي هناك سبع لجان سياسية وأمنية واقتصادية وتجارية وتعليمية وثقافية كل هذه اللجان يتم البحث فيها من خلال المجلس التنسيقي ما بين العراق والرياض وكذلك سيتم بحث انعقاد المجلس التنسيقي بشكل رسمي ما بين البلدين في ظل حكومة محمد الشاع السوداني هذه الزيارة الأولى لرئيس المجلس التنسيقي إلى العراق بظل هذه الحكومة الجديدة كذلك سيعقد اجتماعا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائغ زيدان وكذلك سيكون لديه لقاء مع نظيره وهو رئيس المجلس التنسيقي العراق السعودي الدكتور محمد تميم وزير التخطيط العراقي لبحث عدد من الملفات ووضع جدول لعقد الاجتماعات ومناقشة بعض الملفات خاصة فيما يتعلق في الحدود وموضوع الاستثمارات خاصة بأن مجلس النواب العراقي القراءة الأولى والثانية لحماية المستثمر السعودي للتسجيق على عملية الاستثمارات من قبل المملكة العربية في العراق وكذلك مناقشة زيادة عدد المنافذ الحدودية ما بين البلدين في أجانب الملف السياسي أيضا سيكون هناك لقاء الذي سيجمع ما بين الوزير القصبي ورئيس الوزراء العراقي محمد الشياء السوداني الذي أكد في أكثر من مرات بأنه يسعى أن تكون العلاقة ما بين العراق والمملكة العربية السعودية بأحسن حالاتها ويسعى إلى أن تكون هناك اتفاقيات في ظل حكومتها خاصة فيما يعرض بالربط الخليجي للكهرباء لأن العراق يعاني من عملية نقص في عملية الإمداد للإطلاقات الغاز من إيران باتجاه الأراضي العراقية والعقوبات التي تعق عملية تسديد الأموال العراقية لإيران ذلك أيضا العراق يسعى لعملية تفعيل هذا الموضوع في الربط الخليجي إن كان من خلال المملكة العربية السعودية أو من خلال الكويت وإيضا سيتم بحث ملفات أخرى متعلقة في عملية الاقتصاد خاصة متابعة الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين في ظل هذا المجلس الذي عقد تقريبا في ظل حكومة حيدر العباد وامتدت إلى هذه الحكومة شكرا